اشتركوا في القناة في الجهات وآليات تعاملها مع اية حالة اتجار او يشتبه في امكانية تحولها الى حالة اتجار واكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص اسامة بن عبدالله العبسي ان البحرين سباقة في اصدار قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والاهلية لمكافحة هذه الجريمة النظام الاحال الوطني يوثق جهود كل الجهات سواء كانت حكومية في الجهاز التنفيذي قضائية في النيابة والمحاكم او حقوقية او انسانية والمجتمع المدني اهم شيء ان يعرف كل شخص دوره وماذا يعمل في حال ان مرت بقضية يشتبه ان تكون قضية الاتجار بالاشخاص نظام الاحال الوطني هو نظام كبير وتم ترشينه بالفعل واليوم تم توزيع كتيب يختصر الاجراءات هذه لكي يتم توزيعه على اي جهة واي شخص ممكن ان يكون من المتلقين الاول لهذه للضحية من ضحايا الاتجار بالاشخاص احنا في محفل بصراحة بنشرف به جدا وهو ان نكون في اطار عمل شراكتنا مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في رحاب هيئة تنظيم سوق العمل لاطلاق منظومة الاحالة الوطنية لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر لانه في الحقيقة يعد هذا المنظومة هي بكورة المنظومات الوطنية في المنطقة العربية التي تعني بوضع آلية منصقة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وآليات حمايتهم وتقديم الرعاية لهم المنظمة الدولية الهجرة فخورة بالمجهود اللي جي من هيئة تنظيم سوق العمل هم حقيقة هم اللي كانوا ماشيين يعني زي بنور زي القطر فعلا بيحاولوا يحرقوا الموضوع واحنا بس قبدي خبراتنا بالذات عندنا علم على ايه هي الممارسات الجيدة الموجودة في دول اخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر